أرحب معي في الستوديو بيدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس أهلاً وسهلاً لدكتور أيمن يعني في البداية دعنا نتحدث عن أن هناك كانت إشارات خلال الثمانية واربعين ساعة الماضية إشارات حتى من الأمريكيين ومن الإسرائيليين عن تمهيد لجولة أخرى تهدف لتبادل أسرى ومحتجزين هل كانت هذه المؤشرات نتيجة لفشل الألة العسكرية الإسرائيلية في تحرير الرهائن والمحتجزين بطريقة عسكرية؟ بداية تحت القامر ولكن سادة وسادة المشاهدين وتعبين الكرام يعني كان متوقع أن تبدأ هذه الجولة في الحديث عن هدى جديدة وصفقات تبادل أسرى من منتصف الشهر حتى عشر الشهر الجاري ويعني كما طبعاً توقعناها لو تحدثنا من اليوم حتى الأسبوع القادم ستكون نضجة هذه المرة وهذا له بصراحة حسابات عندما كان هناك محاولات لحصار مستشفى الشفاء وفشلوا في ذلك كانوا متوقعين يعني قال إن كان متوقع أنه سيجد في مستشفى الشفاء إما طرف خيط للوصول لأسرى أو أن يتمكن من الوصول إليهم ولكن بعد أن حاصر مستشفى الشفاء ولم يجد شيء وجد قتيلة تبعد عمارتين عن مستشفى الشفاء فبدأت عملية أن يطلب بالوسطى أن يتحرك هذه المرة في غزة حدث عمرين بصراحة الأمر الأول أنه قبل يومين تمكنوا الاقتراب من أحد جنود هما لكن نتيجة طبعا أنه اكتشفت المقاومة ذلك وهذا لم يكن بصراحة حسب معلوماتنا مع حماس مع فصائل أخرى وعندما اقترب منه كان فوق الأرض في أحد الشقق اشتبكوا معه وقتل الجندي وأصيب طبعا جنود إسرائيليين آخرين من هذه الوحدة الصهينيين أعتقد هذا بدأ يعجل في ذلك في هذه الفترة كمان نعلم جميعا أنه هناك طائرات أواكس بريطانيا تتجسس على غزة ألقت خلال أيام ناضي حسب طبعا كتاب القسام أو جهاز مجد جهاز المقابرات التابعة للقسام ألقوا عدة كتل صخرية داخلها تشبه الصخرة بها أجهزة تجسس على الصوت وبالتالي بدأ يتم اكتشاف وتجميحها بقدر المسطة المتغير بصراحة المهم الآن قبل دقائق أنه وولستريت جورنال تحدثت أنه بدأ بالفعل في مناطق في شمال غزة بضخ مياه مالحة في بعض الأنفاق هذا يعني أنه هذه إما مرحلة ضغط على الإتمام والإسراع في الصفقة أو بناء على أنهم وجدوا جثتين اليوم جثة طبعا جندي إسرائيلي وأيضا فتاة إسرائيلية آخرى مستوطنة من أو هي من ريش اللوتسيون يعني من المدن كانت في الحفل في حفل الطبيعة بالتالي هذا الأمر يعطي دلالة هل الآن ضخ المياه هو للضغط لأنه نعرف أنه ضخ المياه إذا المغامرة بما هو موجود للأسرار يقدر عددهم 139 أو 149 هل هذا مغامرة بذلك أم هو ضغط يعني بالعادة أنت تراها كيف؟ عراها ضغط عراها ضغط لأنه يدرك الاحتلال أنه لا يست منفذ على بعض أبعض وحتى لو ضخ نسبة من المياه سيضخ نسبة صغيرة لا تغرق من بداخله وبالتالي يضغط لإتمام الإسراء في الصفقة نعرف أنه هناك شروط يطرحها سياسيين حتى الآن لم نسمع إلا طبعا حديث أبو عبيدة اللي في رسالة أول أمس واللي تحدث بشكل كامل في رسالة طبعا مسجلة بأولا وقف طلاق النار هناك شروط للصفقة بالتأكيد الصفقة بشروطها السابقة لن تنطبق على الشروط الأخرى لأنه الآن في فئة أخرى في فضل سبعة من الدفعة الأولى اللي هي نساء وأطفال في دفعة أخرى من الرجال البالغين الفوق الستين عاما في دفعة من الشباب المدنيين في دفعة من المجندات وفي دفعة من الجنود وفي طبعا جثة جنود إسرائيليين أو قتل إسرائيليين بشكل عام هذا يدفع باتجاه أن يكون هناك اتفاق جديد لإنهاء هذه الصفقة أما بالاتفاق السابق واحد مقابل ثلاث هذا لن يجوز الأمر الثاني لا يجوز الآن في ظل كل ما يحدث في ضمار في غزة وسياسة الأرض المحروقة من قبل هذا الاحتلال الذي يمارس أبشع أسليب القتل في قطاع غزة أن نتحدث مفاوضات قبل وقفة لقنا أعتقد أن الشرق مهم جدا بالعادة نتحدث نحن السياسيين أن هذه الأيام أو اللحظات الأخيرة هي مراحل عط على الأصابع من يتحمل ألم أكثر يستطيع أن ينجز أكثر وبالتالي أعتقد محاولة ضخ المياه المالحة كما تحدثت والإعلام العبري قبل دقاق أكد ما نشرته وولستريت جورنال وبالتالي هناك حديث بالفعل أنه بدأ وأعتقد في الشمال قد يكون اكتشاف الجثتين في جبال نتيجة البدء في ذلك قد يكون بدأوا قبل ساعتين أو ثلاثة في ضخ المياه وبالتالي هذا متغير مهم جدا في الضغط وهو سيناريو تم مناقشته من فترة طويلة من فترة طويلة هو كان عمامهم ثلاث خيارات الخيار الأول ضرب ضخ مياه غاز في الأنفاق عفوا مياه البحر في الأنفاق وقد تم تجهيز المضاق هذه الأمر الثاني ضرب الأنفاق بغاز سام وهذا أيضا له مخاطر والأمر الثالث إغلاق هو هذه الأنفاق بقنابل سفنجية وقال أنه كل ذلك محفوفة بالمخاطر لذلك أنا أعتقد ولن يغامر الآن في ظل اشتعال والشارع الإسرائيلي ضد حكومة نتانياهو مع ارتفاع الصوات في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أقل من ساعة هناك تصريحات من البيت الأبيض بدرود تغييرات داخل الحكومة الإسرائيلية وهذه النصيحة لنتانياهو لأن هذه حكومة يمنية متطرفة والآن ندخل في ما الخبر التي تحدثتها خامر أنه أخذ رئيس المساد تعليمات بالبدء بالتواصل مع الوسطة هنا تربط الأمور مع بعضها البعض نحن واثقون أنه في صفقة قادمة نتانياهو يريد أن يحسن شروط هذه الصفقة وأن لا يكون هناك فرض شروط من قبل المقاومة كبيرة يعني البعض شطح في طبعا تحليلاته والبعض وضع شروط المقاومة كأنه بالفعل يعني أنه صفقة البدء الأسرة قد تحقق النصر المؤذر وهي أنا أعتقد يعني مبالغ جدا بها يعني البعض قال أنه شرط وقف الاعتداءات على القدس وقف الاعتداءات على الضفة الغربية تفكيك بالصوطنات بعض ذهب في وجهة نظره أنه من ضمن شروط هذه الصفقة تفكيك بالصوطنات يعني بالمنطق أنه هذه الصفقة ستفضي أولا المطالب وقف اطلاق النار أقل تقدير مدى لفترة أطول اطلاق صراح جميع الأسرة الفلسطين اليوم عددنا عدد أسرانا في سجول الاحتلال يقدر من 10.000 بالصابق كانوا 5.500 الاحتلال اعتقل ما لا يقل عن 3.500 في الضفة الغربية اليوم في جنين حتى الآن 70 واحد وبتأضف إلى ذلك من اعتقلهم في غزة غير من اعتقلهم طبعا عنوة من المدارس ورائنة ما هي الشروط التي تعد واقعية من المقاومة؟ أنا أعتقد أول شرط وقف اطلاق النار بشكل طبعا وقف دائم وقف دائم هذا شرط لكن هل يقبل به الاحتلال؟ أم ناقبل بالعادة يكون هناك مراحل للمفاوضات لكن أنا أعتقد الأقرب أن يكون هدنة مؤقتة عدة أيام الأمر الثاني صفقات تبادل بالأسرة متدرجة تصل في نهايات 3 لقصة راح كل الأسرة في هذا الصيق حتى مفازم وكان وزير الحرب الأسبق داخل دولة الاحتلال نصح نتنيان القبول بهذا العرض وأن هذا العرض لا يعني بكل الصور أنك لا تستطيع أن تعتقله مرة أخرى لأنه صفقة شليط وعيد اعتقال معظمهم بالتالي الأمر ليس صعبا على الاحتلال في الضفة الغربية وهو يعتقل الآن كل يوم في الضفة الغربية بالضبط يعني أنا أتحدث في جنين على سبب مفتال قبل أن أكون معك على الهواء سبعين تثماني وستين شخص أعتقله من جنين اليوم يعني أفرج عن محمد أعتقل أحمد بالضبط حتى في صفقات تتبادل للسبعة أيام الهدن أفرج عن مئتين واربعين أسيرة وأسيرة أعتقل مئتين وخمسة وستين في نفس الفترة تالي فترة ما قدرته على الاعتقال سهل لأنه يدخل كل مناطق الضفة الغربية مناطق تحت السيادة الفلسطينية وبالضفة الغربية في غزة عفوا يستطيع أن يغتال يعني حتى مفاز نصحه في الضفة الغربية اعتقل وفي غزة اغتال وبالتالي هو كل الموانع لديهم مفتوحة طبعا الشرط كما أشارنا أن لا يعتقل مرة أخرى من سيطلق صراحهم وهذا أعتقد الأمر صعب أيضا لأنه لا إلزام الاحتلال حتى لو اتفق ووقع على ذلك هو لا جهة تكفى الضمان يعني قبل ذلك كان هناك ضمانات دولية ولا أحد يعني استطاع أن يضم الأمر الثالث أن يتم لاحقا بعد إطمام صراح كل الأسر الفلسطيني الحديث عن صفقة سياسية أنا أعتقد أنه الاحتلال بتصريحات المتواردة أنه لا صفقة سياسية مع حماسه وبالتالي هذا يعني أنه حماس قد طبعا طلبه أنه نتنياهو بشكل عام أنه أنا سأقضي على كل الجناح العسكري لحركة حماس هذا الأمر بالتأكيد ليس سهلا وحماس لن تقبل كتاب القسام لن تقبل بشكل آخر أن يقضى عليها بهذا الترجم حتى لو في صفقة سياسية لذلك أنا أميل أقرب أخي عمر أننا سنشهد هدنة إنسانية لعدة أيام مقابل صفقات تبادل الأسرة وستعود الحرب للإشتباك لكن الأمريكان لا يعطوا الضوء الأخضر المفتوح للإسرائيلين واضح أن الأمريكان فقط يعطوا بحد أقصى مطلع العام القادم لأنه هم سيستعود للإنتخابات وستقفى للميزانيات المالية ولن يستطيع أن يرسل حتى دخيرة للاحتلال والتالي سيكون نتنياهو وحكومته في حرج من استمرار الحرب لذلك نتنياهو يقترح أمامنا شهور أخرى ولكن في عادة تموضع سينساحب على مناطق حدودية في غزة ولكن كيف سيسوق ذلك للداخل الإسرائيلي؟ لا سيقول الحرب مستمرة لن يقول الحرب انتهت وسيعيد تموضع نشر دباباته وجنوده على تخوم غزة في الشمال والشرق وفي تخوم خان يونس وفي تخوم رفح وبالتالي يقول نحن نحاصل أعتقد الأمر سيكون فرصة لعودة في فترة الهدنة والهدوء النسبي عودة سكان قطاع غزة إلى منازلهم طبعا متحدث عن سبعين في المئة والقطاع غزة دمرت وبالتالي هو سيعود إلى أطلال وسيعوش على خيام الأطلال حتى يتمكنوا يعني حتى أنا أبن غزة وأدرك ما حدث في غزة رفع الأنقاض عن غزة سنحتاج بالحد الآن لخمس سنوات يعني أنقاضي للحرب 2021 حتى الآن لم تنتهي وهي نسبة التدمير قليلة فبالك اليوم عن حجم هذا الضمار عملية إعادة تدوير حتى هذه الأطلال اللي دمرت المنازل سيكون أمر صعب حتى أين ستحدث جوزب بوريل يقول بأن حجم الضمار في غزة يفوق ما حدث للمدن الألمانية في الحرب العالمية الثانية صحيح حتى طيب فيما يتعلق أيضا بالرحاصات المفاوضات بين الطرفين يعني قناة كان العبرية تقول الآن أن هناك مباحثات تجري بين وفد قطري ووفد إسرائيلي في عاصمة أوروبية وأن صفقة ستتضمن إفراج حماس عن ثلاثة ضباط كبار مقابل الإفراج عن عدد من المعتقلين من ذوي المحكميات الطويلة يعني هل هذه فقط شروط يعني لا هذا الخبر أن أقرأته صباحا وقيل أنه في النروج هذه الصفقة تتم الحوارات تتم في النروج ومصر طرف فيها وحتى الآن لم تؤكدها أي جهة لا الإسرائيلية ولا القطرية ولا المصرية بشكل عام وأنه تتم بإطلاق صراح طبعا زباط كبار مقابل إطلاق صراح مجموعة من الأسرع على رأس مروان البرغوت حتى في هذا الخبر وبالتالي أعتقد الأمور مجرد يعني كل يريد أن يحدث سبق صحفي أو تسريبه في الأمر أعتقد دائرة المفاوضات ستكون بين القاهرة والدوحة لا حاجة لعاصمة أوروبية لا حاجة لذلك الأمر يسير فيه سياقات اليوم حتى الإسرائيليين تحدثوا أننا فقدنا أنه الوسطاء فقدوا الاتصال ميدانيا بمن هم أصحاب القرار في صفقة تبادل الأسرع يعني ليس الجناح السياسي أنه وجود في الدوحة أو في بيروت أو في تركيا هو صاحب القرار صاحب القرار هم من هم على الأرض حتى في الفترة التي وقفت بها الاتصالات قيل أنه نحن لا نستطيع نتواصل مع السنوار أو مع الجناح العسكري فأعادوا ضخوا السولار لتشغيل شبكات الاتصالات في غزة لتعود الاتصالات رغب أنهم يدركوا أنه السنوار يتواصل بقمر صناعي أو بتلفون قيله في حينه أنه الثرية مع الوسطاء وبالتالي الآن هناك بالعداء خمر في المعارك في غزة في جناح خط فوق الأرض هو يقوم بمهمة المتابع والمراقبة والاتصال بمن هم تحت الأرض من هم تحت الأرض هم أصحاب القرار إن كانت طبعا نتحدث عن وحدة الضل اللي هي مسؤولة عن تأمين الأسرة وتنقيلهم من مكان للمكان وهي نجحت هذه الوحدة التابعة لحماس منذ عام 2005 حتى الآن في مهمة صفقة شليط شفقة شليط بالضبط وحتى الآن لديهم أربع أسر إسرائيليين منذ أكثر من عشر سنوات وهم محافظين عليهم ولم يستطيعوا الإسرائيليين لوصل لهم وقد نجحوا في صفقة شليط وحتى شليط قيل أنه كانوا نتناول وجبات الطعام سويا يعني لم يكن الأمر سهلا ورغم كل ذلك الاحتلال لم يستطيع الوصول إلى منهم وإلى أي منهم وبالتالي هذه مهمة المهمة الأخرى أنه هناك منهم تحت الأرض وفوق الأرض يقال حسب إعلام العبر نتيجة ما تم اغتيالهم خلال أيام الماضية قد قتل منهم فوق الأرض فعملية الاتصال مع مهمة تحت الأرض أصبحت صعبة وهذا وارد على فكرة بشكل أساس أنه هذا سيصحب عملية الاتصال مرة أخرى بالوسطة حتى هذه اللحظة لم نسمع أنه من الوسطاء تمكنوا من إجراء اتصال جديد مع صناع القرار في هذا الأمر كانوا طبعا عسكريين أو منهم تحت الأرض ولكن ليس صعبة بالتأكيد ستكون هناك بالعادة في هذه المجموعات التي تعتمد حرب العصابات تعتمد النظام العنقوتي قتل شخص ففي شخص آخر يستلم وهكذا وهكذا حتى يصل إلى القاعدة الأوسع فبالتالي ليس لديهم مشكلة السلاسل لا تنقطع هذه السلسلة المتصل لا تنقطع عن قطعة سيتم وصلها مرة أخرى ليست مثل التنظيم السلسلة لو قطعة واحدة خلاص أصبح الاتصال صعب وبالتالي من السهل عودة الاتصال بالجناح العسكري ولكن أحيانا مطلوب أن تكون هناك تعمية كاملة مش كادرين نوصل لهم لزيادة طبعا أشروط المحوظة وأنا أعتقد حتى حديث أسامة حمدان يعني غير متصل بما يحدث على الأرض تحديدا ماذا تقصد؟ عندما قال يجب وقف اطلاق النار بشكل كامل نهائيا أعتقد هذا الأمر يعطي دلالة قد يكون فقط هو يعني صرح تصريحا سياسيا بعيدا عن الواقعي الواقعي أنه في النهاية رفع السقف كثيرا بالضبط رفع السقف كثيرا والمقاومة تكون لها بالعادة سقوف خلال البفاوضة لكن سنصل إلى مرحلة نصل إلى إنهاء هذه الصفقة بالتأكيد دكتور أيمن يعني ونحن نتحدث عن الطرفين ونحن نتحدث عن الضغوط التي تمارس على الطرفين يعني هناك من يقول بأنه ربما حماس الآن أو المقاومة بشكل عام بعد هذا القصف المكثف على مواقعها وعلى البنية التحتية وهذا العدد الهائل من الضحايا ربما تكون في موقف يجعلها مرنة أكثر في أي مفاوضات مقبلة في المقابل يعني هناك التصريحات التي استمعنا إليها الآن من بايدن الحليف الأكبر لنيتنياهو لحكومة الاحتلال وهناك أحاديث وتصريحات وبيانات تصدر عن حكومات دول مثل رؤوساء وزراء أستراليا وكندا ونيوزيلندا بضرورة وقف العدوان هل هذه تمثل يعني ضغوط على حكومة الحرب أنا أعتقد حكومة نتنياهو الوقت ينفذ معها يعني أعود بالذاكرة قبل قرابة أربع سبيع وثلاثة سبيع عندما اتحدث أولو كوهين ووزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي أن الضوء الأخضر ينفذ ودخلنا مرحل ضوء البرتقالي وهذا كانت حدث أنه في بداية ديسمبر ستنتهي الضوء الأخضر والأحمر الذي منح فاستدعاه نتنياهو ووبخه على هذا التصريح وواضح أنه عندما زار بلينكين دولة الاحتلال أخذ ضوء أقدر جديد لإنهاء المهمة في خنيونس بالتحديد خنيونس لذلك رأينا استدعاء لواء كثير وهو لواء ينشط في اقتحام المدن في الضفة الغربية لذلك يخبر في اقتحام المدن ووضع خطة جديدة في اقتحام خنيونس لذلك أنجز المهمة خنيونس في 24 ساعة كان قد وصل إلى عمق خنيونس واليوم يقترب من الوصول إلى عمق مخايم خنيونس أي دخل في عمق قرابة 8 إلى 9 كيلو من السلك الشائك حتى خنيونس هذا مساحة كبيرة جدا حجم المعارك حتى تلاحظة صعبة في خنيونس ليس سهل الاحتلال رفع صقف اقتحام خنيونس وقال أن خنيونس ستكون هي بها مركز القيام لذلك حتى محاولات شراء أي نصر قال نتنياهو نحن نحاصر منزل يحيى صنور وكانه ما يحيى صنور به ينتظره في داخل هذا المنزل بالعادة منازل المواطن العاديين أفرغت يعني 90% من سكان قطاع غازة تركوا منازلهم يعني البعض يقول نحن قفلنا المنزل على أن نعود له فبقى معنا المفتاح وهدم المنزل فبالتالي لا يوجد أحد في هذه المنزل لكن محاولات يعني يعني اشتراء أي نصر هذا مهم المتغير في الموقف بصراحة الأمريكي أنا أعتقد موقف الأمريكي يعطي أن الضوء الأخضر ينفذ وكما أشرنا أنه قد تكون نهاية هذا الشهر هي الضوء الأخضر النهائي لدولة الاحتلال يعني نقترب من 80 يوم من هذه الحرب المصعورة أو 85 أو 3 شهور يعني وبالتالي هذا لم يحدث وحجم التضحيات يقترب من حتى مع منهم تحت الأرض من 30 ألف شهيد ومفقود هذا رقم ضخم جدا في حروب لم تمارسها هذه المنطقة من سنوات بالتالي سيصبح بايدن في موقف حرج أضف إلى ذلك أن كل إصلاح تريد تعطي تراجع كبير جدا في شعبية بايدن تل هو يتغير الأوروبا بدأ بها تغير يعني موقف الأسترالي الأسباني عفوا أنا موقف منذ الحرب هو موقف ثابت أسبانيا موقف متقدف هذا وبلجيكا موقف تغير فرنسا تغيرت فرنسا تغيرت بلجيكا موقف أيضا مهم جيد ولكن أيضا تغير بالتجاهل نيوزلندا إيرلندا كثير من الدول بدأ موقفها يصبح يمثل ضغط بضرورة وقت وبايدن اليوم يقول بأن إسرائيل بدأت تفقد الدعم في كل أنحاء العالم وفقط من يحميه هو الفيتو الأمريكي المجلس سامين يخرج عن الخدمة الفيتو الأمريكي والذي حماه في التصويت وقال الدول ومن ضمنها طبعا نتحدث عن روسيا والوازنة في المنطق قالت أن كل الدماء التي ستنزل بعد الفيتو يتحمل مسلية بايدن وهو وصمة عار في جبين البيت الأبيض هذا له دلالات بالتأكيد بشكل أو الآخر مكالمة على سبيل المثال الرئيس الروسي مع نتنياهو أيضا لها تأثيرات عندما قاله يجب أن تقف هذه الحرب وأن من أفسد هذا الأمر ووصل الأمور إلى هذه هو سوء إدارة البيت الأبيض للصراع بالتالي كل ذلك يدفع باتجاه أن يكون هناك حد لهذه الحرب طب نحن نقول هل نتنياهو سيكتفي بذلك ولم يحقق شيء من أهدافه أنا أختلفك يا عمر في قصة أنه رغم كل هذه الضرب هناك انهيار في المقاومة المقاومة كانت تدرك أنها مقبلة هناك انهيار تختلف في ماذا؟ فيما قال أنه المقاومة تلقت دربة وقد تنهر أنا أعتقد أنه لا لازال المقاومة لديها مقدر على الصمود شهور في مواجهة الاحتلال المقاومة التي نفذت عمليةهم سبعة أكتوبة كان بإمكانها له شعرة أنه بالفعل سيكون هناك انهيار لأكملت لوصلة حيف بمجموعات المقاتلة لكنها كانت تدرك أن هذه الحرب تريد إدارة زكية إلى فترة طويل والهدف ليس فقط هو طبعا أن فقط نطلق صراحة أسرة الهدف إحياء العملية السياسية بشكل كامل وإحياء فكرة حل الدولتين وإنهاء هذا الصراع بشكل يعطي أمل للشعب الفلسطيني صفقات تبادل أسرة وكل هذه الأمور هي صفقات من ضمن الصفقات التي ستحرك الملف بالعادة نحن سياسيين نقول أنه الهدن تبرد الحروب قد تكون الهدنة القادمة تبرد الحرب وطاعت مجال الوسطاء للحديث على صفقات سياسية قادمة اليوم هناك إرهاصات كثيرة على فكرة على الصفقات البعض يقول عودة السلطنة يقول لا نسمح لا فتح استان ولا فتح استان مثلا لا فتح ولا حمات مش عارف هيجيب من هو بصراحة نتنياهو يعني أن يأتي بانطوال لحد في غزة هذا مستحيل طبيعة الشعب الفلسطيني في غزة الصعبة وهل مطروح يعني هل يعني يملك فعلا نتنياهو ربما استراتيجية لا يريد الكشف عنها أم أن المسألة يعني يوم بيومه أنا أعتقد نتنياهو يتحدث بحلاوة روح نتنياهو اللي يدرك أنه انتهى مستقبله السياسي وما يحاول أن يقدمه هو فقط محاولات للشارع الإسرائيلي أنا لازلت قوي وأنا متمسك في كرسي ولن أتركه إلا بالانتخابات في المؤتمرات الصحفي الأخيرة لم نعد نرى الغربان الثلاثة مصطفين يتحدثون كلهم يدلوا بدلوه في الجولات الأخيرة في أقل تخدير في آخر أسبوع رأينا كل منهم يأتي في مؤتمر صحفي لوحده حتى بعد الاجتماع المشترك يخرج نتنياهو لوحده وجانت أحيانا يبعد عن المشهد ويستعد للانتخابات لأنه أصبح يرى أنه هو النجم القادم بالتالي يعود في هذا وبالتالي نتنياهو عندما يعاد تموضع الحرب في إطلاق طبعا عمليات فاردية بين الحين والأخرى وعدم مقف القصب بشكل كامل على غزة بشكل كامل لكن بشكل أقل حدة مما نراه الآن يعتقد أنه بذلك يضيل أمد بقاءه في الحكومة أعتقد أنه قد نشهد خلال بعد إتمام صفق التبادل الأسراء الحديث بشكل أساسي على إما تجديد بعد كلام بايدن الحكومة أو طبعا تغير أنا معي دقيقة ونصف دكتور أيمن هل تتوقع بعد هذه التصرحات غير المسبوقة من الإدارة الأمريكية لنيتنياهو بأن واتيرة العدوان ستزداد خلال الفترة الحالية إلى نهاية العام؟ يعني أكثر مما هي الآن؟ أعتقد لا بنفس السياق هو ليس لديه ما يفعله أكثر من ذلك الآن وحتى زيادة الضغط على خان يونس اللي بيعتبرها هي مقر القيادة الآن ستتم بنفس السياق وبنفس الاتجاه ولا يستطيع الآن على سبيل المثال الضرب بإزاحة الكتلة السكانية في من رفع باتجاه مصر بعد أن سمعها خلال الساعات الماضية كلاما قاسيا من الجانب المصري ومن الجانب الأمريكا وبالتالي سيدفع باتجاه فقط أن تستمر هذه الأمور وأتوقع أن تبدأ الحديث عن هدنة حقيقية لأسبوع القادم واليوم في تصويت للجمعية العامة حتى لو حصلنا على مئة وسبعين صوت معنا هذا لا يغير شيء في قرار مجلس الأمن حاسم قد نشهد خلال الأسبوع القادم يعني نهاية هذا العام كما رأينا في ديسمبر عام 2016 قرار 23 أربعة تلزيل قد نسمع أو نرى قرارا جديدا يطالب يوافق عليه الأمريكان المجلس الأمن بوقف اطلاق الماق دكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجانات القدس شكرا جزيلا شكرا أخيرا